بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة أو في هذه الحلقة هو فاستبق الخيرات الخيرات كل أمر خير ترتفع به مكانة الإنسان عند ربه جل وعلا من الإخلاص لله تعالى في العبادة وحسن التعبد في أداء تلك العبادات وسائر أنواع القربات التي ترتفع بها منزلة العبد عند خالقه وترتفع بها منزلة العبد عند المخلوقين ولا تشتمل على شيء من السوء والضرر والإيذاء بحال من الأحوال والله جل وعلا أمر عباده بالمسابقة إلى الخيرات في قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فيمنبئكم بما كنتم فيه تختلفوا وكما جاء في قوله جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير والاستباق والمسابقة أمر يدل على حرص الإنسان على الخير وليس فقط مجرد أدائه وإنما الإسراع مع المحبة والرغبة واحتساب ما يترتب عليه من فضائل وفي هذا يقول الإمام الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات فالسابقون أعلى الخلق درجة والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر فالإنسان الذي يسابق للخيرات يحافظ على الفرائض من الصلوات الخمس وأداء الزكاة الواجبة والمحافظة على صيام رمضان وأداء فريضة الحج فهذه هي أفضل الأعمال كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا من عاد لي ولياً قد أذنته في الحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى عليها ولا إن سألني لأجبنه ولا إن استعاذني لأعذنه الحديث فهذا تنبيه من الله تعالى لعباده بالمسابقة إلى أداء الفرائض وعدم الإخلال بشيء منها في أركانها أو واجباتها أو شروطها والمحافظة على أدائها بسننها تامة كما يحافظ الإنسان على النوافل من صلاة قيام الليل والوتر آكده والمحافظة على السنن الرواتب والمحافظة على سنة الضحاء ويجتهد في عمل النوافل المتعددة من نفل مطلق أو نفل مقيد كما يحافظ على صيام النفل وأفضله صيام يوم عرفة ثم صيام يوم عاشورة وبقية تسع ذي الحجة وبقية شهر محرم كله فكلها من السنن المطلوب فعلها وهي من الخيرات وكذلك الستة أيام من شوال بعد رمضان لمن أتم صيام رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويحافظ الإنسان على أداء الزكاة المفروضة ويكثر من صادقة التطوع وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم جوادا وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير حين يلقاه جبريل أجود من الخيل بالريح المرسلة فالإنسان يجتهد في أداء الخيرات بأنواعها المختلفة والمتنوعة وفي هذا مسابقة أيضا إلى المغفرة من الله تعالى والرضوان وتحصيل المغنم والمقصد وهو الجنة وقد قال الله جل وعلا كما في سورة ألي عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهذا مسارعة إلى كل أبواب الخير وأنواع البر والإحسان المتعدي للآخرين والقاصر على صاحبه وكما جاء في قوله تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا مطلوب من الإنسان في كل وقت طيلة عمره في رمضان وفي غير رمضان ولكن في رمضان يتأكد الأمر لأن أبواب الجنة فتحت وأبواب النيران غلقت وصفدت الشياطين وينادي منادي يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة فلا يضيع الإنسان هذه الفرص المهيئة من عند الله تعالى لعباده الحريصين على الخير هناك ملحظ نبه إليه الإمام بن سعدي رحمه الله في المسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته قال يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتسابق فيه الناس ويتأكد هذا المعنى بشدة في هذه الأيام فلا يشغل الإنسان نفسه بفضول الأمور فضلا عن أن يعرض نفسه لأمر يكون محرما فلا يفوت الإنسان شيئا من عمره ووقته إلا بما هو منفعة له وتحصيل للخير والله تبارك وتعالى مدح عباده المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات كما قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالمطلوب من عبد الله المؤمن أن يسارع للخيرات وينشغل في أوقاته كلها بالدعاء تضرع إلى الله رغبة ورهبة ويكون في حاله خاشعا متذللا لعظمة الله تبارك وتعالى كما وصف الله تعالى عباده الصالحين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غيرهم في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فالذين يعملون الأعمال الصالحة وهم في قلق خشية أن ترد أعمالهم وهذا من شدة خوفهم من الله خشيتهم له جل وعلا فيحرصون على أن يؤدوا العمل بإتقان وإخلاص لله جل وعلا وهم في هذا يتهمون أنفسهم بالتقصير ورسولنا عليه الصلاة والسلام حثنا على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بالمشغلات ومنها الفتن وهي في زمننا هذا كما تلاحظون تتوالى دائما وتتكاثر علينا فلابد للإنسان أن يبادر للتعبد لله جل وعلا في ما يناسب ظرفه وحاله وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبادة زمن الحرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم فالإنسان يبادر للأعمال الصالحة ليدفع الله تعالى عنه الفتن ويسلم من الإنخداع بما يروجه الأعداء الذين لا يريدون لأمة الإسلام خيرا ولا فلاحا والمسلم يجب أن يكون دائما على أتم الاستعداد للقاء ربه قبل أن تبلغ الروح الحرقوم أو قبل أن تأتيه العلامات الكبرى كما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة رواه مسلم من أهم ما يعين العبد على المسابقة إلى فعل الخيرات هو صدقه مع الله تعالى بأن يكون دائما مستعينا بالله وهو في كل ركعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهذا تعاخد منه لربه جل وعلا أن يكون مستعينا بالله في كل أمر من أمره ولا يستعين بغير الله فالله تبارك وتعالى هو المعين وأنت عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين تلزم نفسك بأن لا تستعين بغير الله وأنت توحد الله بأنه هو المعين فتصدق في هذه الاستعانة وتتوكل على الله جل وعلا في أمرك وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك واستعين بالله في تحصيل ذلك فإنك لا تستطيع أن تحصل هذا بمفردك لأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا ومن الأمور التي تعين الإنسان على المسابقة إلى فعل الخيرات مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء فيلزمها بأن تكون سباقة إلى فعل الخير وقد قال جل وعلا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُوا لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فاللَّهُ تَعَالَى مَعْ عِبَادِهِ الْمُحْسِنِينَ إِذَا أَنَّهُمْ جَاهَدُوا أَنْفُسَهُمْ في التغلب على ضعفها وخورها وأقبل على الله تعالى فإن الله يهديه ويوفقه ويسدده في سلوك سبل الخير ومن الأمور التي يستعين بها الإنسان بعد توفيق الله تعالى مصاحبة أهل الخير الذين ينبهونه إذا سهى ويذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر وقد قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فالإنسان يصاحب أهل الخير ومجالستهم يتقوى بها بإذن الله تعالى وينتفع بها بأمر الله جل وعلا وحتى أن الإنسان لا يصاب بالضعف أو التكاسل يتذكر قصص وأخبار السابقين من أهل الصلاح وإذا تعمل الإنسان في قصص الأنبياء وقصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما حصل لهم من الضعف وقلة ذات اليد والضيق والشدة ومع هذا فإنهم كانوا يستعينون بالله فيعينهم الله ويقويهم ويحققون ما يريدون سأعرض لبعض من هذه النماذج في هذا الموضوع مما روي من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم من المسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات ورد عن عقبة ورد عن عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فآمرت بقسمته رواه البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شيئا من المال القليل شيئا من الذهب اليسير وتذكره فأراد أن يسارع بالأمر بقسمته على المستحقين له ولا يبقى عنده وهذا من مبادرته عليه الصلاة والسلام وحرصه على نفع الأمة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه فنبينا عليه الصلاة والسلام خاصة في شهر رمضان كان يجتهد فيه اجتهاداً كبيراً من العبادة من الصلاة وقيام الليل وأيضاً من الإحسان إلى الخلق كلما وجد باباً ومجالاً من أبواب الخير يعملها يعملها عليه الصلاة والسلام من الفضائل التي تذكر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان هو أفضل الصحابة وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح مسابقة بين الصحابة فإن الذي يفوز بها في غالب أو دائماً هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال من أصبح منكم اليوم صائماً قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال عليه الصلاة والسلام فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال عليه الصلاة والسلام فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم هذه الفضائل كل إنسان يستطيع أن يحصلها فما عليك يا عبد الله إلا أن تحرص عليها وتجتهد في تحصيلها لتحصل على هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة مما ورد من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه ما ورواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار فرأيته النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وهذا تنبيه إلى فضل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة أكثر الناس بالمدينة ما لم من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رواه البخاري أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من الأثرياء وعنده أنفس أمواله بستان له بالمدينة اسمه بيرحا فلما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سارع إلى عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلها في المجال الذي يراه مناسبا لوجه الله تعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا وهنأ أبو طلحة على هذا البذل والسخاء وقال إن فعله هذا هو مال رابح الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها في أمر يكون فيه مصالح متعددة للمسلمين ولأبي طلحة فأمره أن يجعلها في أقاربه من بني عمه وأقاربه وذوي رحمه وأن هذا يكون صدقه وصله ففصدقه وأجرها تام عند الله تعالى وهي أيضا صلة بينه وبين أقاربه بحيث تتآلف القلوب وتجتمع قلوب الأقارب ويحب بعضهم بعضا إذا كانت تراحم بينهم أقوى ومثل بذل المال من أقوى ما يؤلف بين الناس فهذا أبو طلحة رضي الله عنه لم يشح بهذا المال الذي هو أنفس أمواله لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ورد عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفات عرات مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فعمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية الأولى وكذلك قرأ قوله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يقول تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت يعني من الذهب قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ومن من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم هذا تنبيه لما كان عليه الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هؤلاء الفقراء الذين ظهرت الفاقه على وجوههم وعلى ملابسهم فمنظرهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ويقوم ويدخل ويخرج ثم أمر بالمؤذن أن يؤذن ونادى للصلاة وبعد الصلاة خطب الناس لأجل أن يسهموا في المساعدة في حل مشكلة هؤلاء الضيوف الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة من الفاقه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يساهم فيما يستطيع من تمر أو بر أو فضة أو ذهب أو ثياب أو ما تيسر عنده من أي نوع من أنواع الإحسان فكان الذي بادر رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا فجاء معه صرة أي قدرا كبيرا من الذهب أو الفضة ووضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك فقام الناس وبادروا إلى أداء هذه المكرمة كل يأتي بما يجود به ولو كان لا يجد إلا شيئا يسيرا ولو تمره فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومساهمتهم في هذا الأمر كل بحسب استطاعته فرح بذلك فرحا عظيما وسر به فإن حلت مشكلة هؤلاء الذين كانوا في حال فاقة وشدة هذا من المسابقة إلى الخيرات من مبادرة لفعل الأعمال الصالحة وهذا يجب أن يكون خلق أهل الإسلام دائما وفي كل وقت ويتأكد ذلك في الأزمات وفي المضائق وفي الأمور الشديدة وإما يحل بالناس من مشكلات صحية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك أن يتكاتف الجميع ويتعاون على أن يكونوا يدا واحدة وصفا واحدا لحماية المجتمع من أن يقع فيه أحد يتضرر فالمسلمون كلهم يد واحدة وكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون للأعمال الصالحة ولو تكلفوا شيئا من الأمثل التي رواها أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان الرجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي من شايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم فهذا الرجل أشفق عليه أبي بن كعب قال أنت تأتي من مكان بعيد فلو أنك حرست على أن تأتي على حمار حتى أنه يخفف عنك لأن طريقك يكون فيه في وقت العشاء والفجر ظلماء وفي وقت الظهر والعصر رمضاء وهذه شاقة عليك فالحمار ينقلك ويريحك فقال أنا أعرف هذا لكن أنا أريد أن يكتب من شاي أي تكتب خطواتي لأن الإنسان إذا غدى إلى المسجد أو راح أعدى الله له في الجنة نزلا كلما غدى أو راح وله بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط عنه بها سيئة فإذا بعد منزله فإنه تكثر حينئذ حسناته ويكثر محو السيئات عنه وحينئذ ترتفع منزلته عند الله تعالى وغبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد جمع له ذلك كله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون أن يعمل الخير لكنهم لا يستطيعون ومن ذلك فقراء المهاجرين الذين كانوا يرغبون أن يشاركوا في بعض الغزوات ويدفعوا أموالاً للإنفاق في سبيل الله فليجدون شيئاً أو يحتاجون إلى من يحملهم على دابة للغزو فلا يجدون وسيلة لذلك وقد قال الله تعالى وَلَا عَلَّ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِرُكُمْ عَلَيْهُمْ تَوَلَّوا وَأَعْيُونُهُمْ تَفِيضُوا مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ فهؤلاء يحزنون أنهم لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا إثم عليهم ولا حرج ولا غضاضة إنما الإشكال في الذين يتقاعسون وهم يجدون كل الوسائل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال عليه الصلاة والسلام وماذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رواه مسلم فالإنسان يحرص على هذه الأذكار وهي الأذكار عقب الصلوات يحرص الإنسان على أن يأتي بها لما تشتمل عليه من الأجر العظيم والثواب الجزيل فإن أجرها عند الله كبير وثوابها جزيل فلا يفرط فيها الإنسان من هذا الذكر سبحان الله الحمد لله والله أكبر أو لا إله إلا الله ده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك من الأذكار وكذلك قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في المنزان حبيبتان إلا الرحمن وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وأن يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو يأتي بسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بدمبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يفرط الإنسان في كفارة المجلس إذا جلس في مكان وكثرة فيه لغطه فقال قبل أن يقوم اللهم إني ظلمت نفسي ضمن كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن هذا يمحو ما صدر منه من كلام قد يكون عليه ما أخذ فيه من الفضائل التي هي سهلة ويغفل عنها الناس موراوه سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة قال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيت وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الذي أرسله قالت عائشة رضي الله عنها صدق أبو هريرة وضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريطة كثيرة روىه مسلم فالإنسان لا يحرم نفسه هذا الخير فالذي يصلي على جنازة له قراط والذي يصلي عليها ويشيعها حتى تدفن له قراطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر